عدة سنوات وأكثر وما زال ثلث مساحة العراق طلاء إلى خاربة يرزح فيها مئات الآلاف من السكان ما بين نازح ومعتقل ومترك بلا مأوى ولا رعاية محافظات تعج بعشرات الميليشيات التي تأمر وتنهى وتخطط وتستبيح كل شيء دون رادع لها ألاف المختطفين موزعون على 27 منطقة خطف بالعراق ضمن الأنبار وبابلة وبغداد وديالا وصلح الدين ونينوى وشمال كربلاء وكركوك مليون نازح مزالوا في المخيمات بلا أي مقاومات حقيقية للحياة في عقاب جماعي طائفي واضح فضلا عن أرامل وإيتام بلا مرتبات وبيوت ومتاجر مهدمة بلا تعوضات معاقون بلا أطراف وخيام ممزقة لا يسمع منها ليلا إلا الأنين والألم 13 مدينة وقضاء ونحو 300 قرية ما زالت تحتلها الميليشيات بينما يتم تشريد أهلها بلا أي بوادر حلحلة أو تحرك لإعادتهم إلى مناطقهم 59 ميليشي بواقع نحو 80 ألف مسلح من عناصر الميليشيات تنتشر شمالي وغربي ووسط العراق تمارس انتهاكات وتسلط وإذلال رغم وجود أكثر من 300 ألف جندي وشرطي نظامي في تلك المناطق لكن اليد العليا هي لتلك الميليشيات أكثر من 60 ألف معتقل منذ سنوات بلا محاكمات بينما آخرون تتم محاكمتهم وإدانتهم بجرائم بعد أن انتزعت منهم الاعترافات تحت التعذيب آخر تقرير أممي منجز كشف أن مدن الموصل والرمادي وتكريت تعاني من انهيار شبه تام في القطاعين الصحي والتعليمي بسبب الدمار الهائل وتحتل مدن مثل الحويجة والبعاج والشرقات والرطبة والقائم درجات تستدعي اعتبارها مدن منكوبة حكومة تأتي وأخرى تذهب والدعاءات إصلاح وتغيير ولا جديد في ملف النازحين والمعتقلين بل تسير الأمور من سيء إلى أسوأ ليصبح هذا الملف وصمة عارن على جبين الحكومة ومسؤولها فضلا عن المجتمع الدولي صامت أمام هذه المأساة المستمرة ترجمة نانسي قنقر